إيه رأيك بقى في نفسية الأمهات دي، ليه بتعمل كده؟ ليه أم تحرم أبا من عيله والعيال من أبوهم؟ ليه بيعملوا كده؟ إحنا في كارسة، والموضوع يعني أنا مبسوط أننا هتكلم في الموضوع ده النهاردة جدا لأنه في كلام كتير أنا محتاج أقوله لأنه في ظلم يبين بيقع، والكلام ده على فكرة موجه للشريحة كبيرة جداً بتمارس التنفيذ أو الضغوط النفسية أو لو يدراع على الأب اللي هو ملتزم وبيصرف على أولاده ومن حقه الطبيعي أنه هو يمارس حقوقه أنه هو يكون أب ليه بيعملوا كده؟ ما هو ده بيبقى عندهم إيه؟ لو يدراع يعني بلوي يدراعك؟ هو لو يدراع بيتحول إلى انتقام أنا بنتقم من الشخص اللي معايا ده عشان أنا مثلاً حصل انفصال ما بينه أو مش عايزة أكمل معاه طيب هنتقم منه إزاي؟ هنتقم منه عن طريق أننا بيبقى فيه خلفة ما بينه وبينه أحرمه شوفي حتى الكلمة اسمها إيه؟ أحرمه أنه هو يشوف أولاده أنا أعربيك بقى أنا أعلمك الأدب بقى إحنا عندنا رجالة كتير بتطلع من تجربة انفصال يا سالي والرجالة دي بتبقى ملتزمة جداً 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 في مصرفها على أولادها وهو ما تخلاش عن أولاده ما تخلاش عشان فيه راجل تاني بيتخلى ما بيصدق ده فيه راجل تاني بيتخلى هو كلامنا مش لي النهاردة أنا بتكلم على الراجل اللي بيبقى متجوز وحصل انفصال بينه وبين الإنسان اللي مرتبط بيها ده شيء طبيعي خلاص أنتم مش قادرين ده الأب بقى مش الأب اللي يرمي بقى ما نقولش عليه أب ده ده أوله يقول علينا هو راجل يعرف عين ده أوله يتخلف وما بتصرفش ومعرفش حاجة أنا أعرف فيه يعني أبهات سنين معرفوش ولادهم وما في سنة كام دلوقتي طيب راجل ما حصلش نصيب بينه وبين الإنسان اللي كان مرتبط بيها خلاص يا جماعة أنتم مش متوفقين فكرياً نحن نخرج بالمعروف بالأدب وطلعنا بالمعروف طيب إحنا بين الأولاد يبقى فيه نقطة مشتركة هتفضل بينا طول العمر طيب مهما حاول طرف من الأطراف أنه يلغي النقطة دي مش هيقدر ليه؟ إن الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش في الدنيا الأب والأم طيب أنا لما جاء إيه أحرم الأب الملتزم وبحط تحتها مليون خط ده تانية ما منتكلمش عليهم خلاص الأب الملتزم بمصاريفه ودوره كأب في حياة أولاده لما أحرمه وهو موجود على قيد الحياة يبقى أنا بظلمه وبمنعه من ممارسة حق من حقوقه كبأ أنا سؤالي بتشوف الحاجات دي كتير في العيادة عندك؟ جداً بجد؟ طبعاً أوي كده؟ يعني أكثر من ما أنا متخيلة وأنتي نادر يعني نادر لما نشوف حد اتنين كانوا طالعين مثلاً من موضوع ارتباط أو جواز وعلاقتهم مع بعض كويسة لا ده بيقولك النهايات أخلاق آه لا ما فيش الكلام ده الاستغلال وإن أنا أستخدم الولاد كوسيلة للضغط طبقاً معروفة على الراجل مثلاً والو دراعه وقوله أن انت مش هتشوف ولادك وقوله أن انت هتتحرم منهم قصة من القصص أن هو كان متجوز بنت خلته يعني إحنا بنقول إيه ده أنتو عائلة وعصب وأسرة وصلة رحم واحدة وفي عائلة بتعمل كده برضو عادي في عائلات بتعمل كده كتير بس القصة كلها معانا يعني أخت تخسر أختها عشان قطر العائلة تجوزوا آه بيحصل كتير جداً ونحرم من العيال من أبوه ويحصل حرمان ويحصل نيل ودراعه ومش هتشوفهم وزي ما أنت كنت بتقولي في المقدمة أن أنا هنقل لو أنا تجوزت كمان هنقل الحضانة الأمي هنقل على فكرة فأنت مش تاخد مني حاجة اللي هتاخد مني لحق ولاباط إحنا محتاجين بجد والله محتاجين أن عندنا ثقافة الاختلاف ثقافة أن إحنا مش قادرين نكمل مع بعض أولي كده الأطفال بيحصل لهم إيه؟ لا الأطفال بيحصل لهم حاجات كتير جداً أنا بتكلم أولاً من بداية حدوث المشاكل ما بين الاتنين اللي بينهم مشاكل كتير الأطفال دي بيصاب بحالات من القلق والخوف والتوتر لقيمني بيشوفوا سرعات ومش بيقدروا أن هم يتحملوها في السن ده الولاد دي يعني مثلاً نسمع أن ولد لما بيسمع أن هم الاتنين بيتخنقوا مع بعض يجري يستخبه أو بيحط يده على ودنه جامد أو يخبي نفسه من المخدة يا حبيبي والله العظيم تلاتة أول كلمة لما حد يكون شاب أو في سن العشانات يجي يتكلم معايا فيها يقول لك إيه يقول لنا عيشت في أسرة فيها انفصال ما بين أب وأم بتقوله إيه بقى ما هو عايش ذكريات كبيرة يعني جداً ويجي يشتكي أنه هو افتقد حنان الأب وفتقد حنان الأم وكان عايش مشدد جداً فأي حد يعني خصة لمعنا النهاردة أن فيه حرمان أب ملتزم حصل طلاق أب ملتزم أب بيصرف أب جميل جداً وإحناين على أولاده لا من حقه شوفهم هو لو الأم بتشتغل ومعاها فلوس ومكافية بيتها وعارفة أنها تعرف تصرف على عيال مش هي موقع تربيهم لوحدها لا طبعاً لا اسمعيني بس لا بس سمعني الكلمتين بقى ينفع طفلة ربا من غير أبو يعني ينفع عينتي تقومي بدور الأم والأب وفاكراً أن أنت عشان بتشتغلي ومعاك فلوس ومعاك تقدار تصرفي عليهم أو أنت جامدة أو أنت تعرف تعيشي من غير أب هي السيدة ممكن تعتقد إيه أن هي ممكن لو عملت حرمان أن هي تربي وتقد الدورين صح؟ أه أنا وبابا كان بيودي التمرين ما أنا بيودي التمرين أنا اللي بدفع فلوس التمرين ولكن ولكن ده هيتربى من غير أب هيفقد الدور أو هيفقد الاحتياج النفسي لوجود الأب على فكرة ويطلعوا في الآخر بيطلعوا في الآخر مش عارفين هويتهم إيه مش عارف لازم يقلد أبوه عشان يبقى راجل زي أبوه ما عندوش قدوة صح؟ فيبدأ إيه بقى؟ يبقى مثلا إيه خاله يعتقد أن ده أبوه أو يتعلق به أو يقرب منه أي حد صديق للعيلة راجل فيبدأ يقول له أنا أنت بابا فده اللي بيحصل بسبب الحرمان